علامة مضيئة و مشرقة في تاريخ الدولة المصرية تبرز شيئا من التألق والتأنق والفخامة والجمال والذوق الرفيع و فن العمارة الإسلامية في افتتاح هذه المساجد ربما أستاذة بس أنت أشارت منذ قليل أن هذا العهد هو العهد الذهبي يعني منذ سنة 2014 تحديدا حتى الآن نحو 12 ألف مسجد نحو 12 ألف مسجد تم افتتاحه ما بين إحلال وتجديد و ما بين شيء من الصيانة و شيء من التطوير و رفع الكفاء إلى غير ذلك من الأمور فهذا العهد هو العهد الذهبي في افتتاح المساجد سواء كانت مساجد تاريخية أو أثرية أو مساجد آل البيت أو المساجد الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية ربما نلحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أقام الصلاة و آت الزكاة و لم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين هذه الآية الكريمة التي هي ثناء من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هذا الثناء وقع منه على من يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى طب يعني إيه عمارة بيوت الله؟ من عمارة بيوت الله ترميمها من العمارة تجديدها من العمارة إنشاؤها من العمارة نظافتها من العمارة صيانتها وتعاهدها و هكذا ربما هذا العمل يعني أي إنسان يشارك و لو بشيء بصير في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى هذا العمل يظل معه إلى بعد موته يعني أنا أذكر هذا الأمر لأن هذا يعد من الصدقات الجارية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لنا إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته نركز في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته أشياء كثير أول منها علما علمه و نشره منها ولدا صالحا تركه منها مصحفا ورثه أو مسجدا بناه هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما نيجي ننظر إلى هذه الافتتاحات وإلى هذه المساجد ونجد هذا التعاون العجيب مجموعة عظيمة من الصناعات والمهن والحرف حتى نجد هذا الفن العميق وهذا الذوق الرفيع لتهيئة بيوت الله عز وجل لرواد المساجد طيب بما أننا نتكلم عن العصر الزهبي لبناء المساجد يمكن يوم الجمعة اللي فاتت لوحدها تم بناء 19 مسجد جديد تكلمنا عن المحافظات اللي تم بناء فيها هذه المساجد كل أسبوع تقريباً نحن عندنا افتتاحات جديدة افتتاحات أو تجديد أو صيانة أو ترميم إلى آخر وكل أسبوع يبقى فيه شيء من خبر بيفيد مجموعة المساجد التي تم إنشاءها أو التي تم صيانتها أو التي تم تجديدها نحن مداية من السنة المالية الحالية 1.7.2023 حتى الآن تقريباً وصلنا إلى 961 مسجد حتى الآن من بداية السنة المالية أما من 2014 حتى الآن 11.983 مسجد أي نحو 12 ألف مسجد بتكليفة تصل إلى 18 مليار جنيه و337 مليون فهناك طبعاً حدث ضخم وكل جمعة هناك افتتاحات جديدة في جميع أنحاء الجمهورية موزعة على المحافظات والمدريات الإقلامية ويتم نشر ذلك ويتم افتتاحها من خلال مدير المدريات وقيادات المدريات في شتى المحافظات ترجمة نانسي قنقر